أدبياً تشارك وزارة ثقافة والفنون من خلال المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية في طبعة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب وإلى غاية الثامن ماي المقبل بحضور 23 دار نشر من بينها 540 عنوان من مختلف مجالات الأدب الرواية التاريخ العمارة وكتب الطفلة هذا وأشرف رئيس تونسي قيس سعيد رفقة وزيرة الشؤون الثقافية تونسية حياة القرمازي على مراسم الافتتاح الرسمي لهذا المحفل الدولي أين توقف مطولاً في الجنح الجزائري وأطلع على آخر إصدارات وزارة الثقافة والفنون الجزائرية ودور النشر المشاركة